شارك وزير الرأي هاني سويلم في الجلسة رفيعة المستوى تحت عنوان معالجة تحديات المياه الإقليمية ضمن فعاليات المنتدى العربي السادس للمياه بأبوظبي أشار سويلم للجهود المصرية لمواجهة تحديات محدودية الموارد المائية والتغيرات المناخية وأهمية الترابط بين مفهوم المياه والغذاء والطاقة كما أكد سويلم ضرورة زيادة وعي المواطنين بأهمية المياه والحفاظ عليها وترشيد استخدامها اشتركوا في القناة